رجعنا لكم مرة تانية ما فيش حد ما بيحب الشكل ابتسامته تكون حلوة وصحية حقيقي شكل الوش بيتأثر قوي بشكل السنان التجميل الصح للسنان دايما بيكون سبب في زيادة الثقة في النفس وزيادة حلاوة الابتسامة تجميل السنان بقى ليه طرق مختلفة كتير وأمان جدا في منهم الفينيرز لكن طبعا كل حالة مختلفة برضو عن التانية الدكتور بقى الشاطر هو اللي بيشوف ايه المناسب ليك ويقولك تعملي ايه المناسب ليك هنتكلم النهاردة في الموضوع ده عن تجميل الاسنان بالفينيرز مع دكتور عمر التلباني اخصائي تقويم وتجميل الاسنان زك يا دكتور انا قلت اسمك صح التلباني مظبوط زك يا دكتور اخبارك ايه الحمد لله دكتور فيه ناس كتير ما بتبقاش عارفة هي محتاجة فينيرز ولا محتاجة بس انها طباية سنانها وتروح تعمل شوية حشو وتروح تشوف حل تاني يعني امتى نقدر نقول لا الحالة دي مش هينفع ان نعليجها بقى اي شكل تاني دي ملهاش حل غير الفينير طيب خلينا نرجع للموضوع كده من الاول وخالص وليه هي الفينير الفينير هي طبقة تحط على السنان تمام واكتشفت بعد كده علشان نقلل العملية التحضير الكبيرة للكرام زمان كان لما بيحصل مثلا السطح الخارجي بتاع السنانين مثلا بذات لقى السنان الامامية وفيه تسويسات كتير او فيه تشاروخات او فيه كسر كنا نبرد السنة خالص ونحط كراون بعد كده قالوا لا طبعا العلمي بيتطور والكلام ده كله قالوا نعمل حاجة اسمها جاكت كراون نحضر بس الجزء المتضرر اللي هو الجزء الخارجي لان بقيت السنان سليمة تمام فأحضر الجزء المتضرر دوت وحط عليه مادة اللي هي مادة الإيماكس علشان تلزق عليه وتبقى هي وحدة معينة بس طلب معايير معينة في التحضير زمان كنا من الطلب ان احنا نحضر جزء كبير من 0.5 ل 0.7 وسعب سوصل لـ 8 و 9 على حسب حجم الدامج اللي موجود في او الضرر اللي موجود في السنان وعلى حجم اللي احنا محتاجينه من السنان هنصبط ايه بالزبط مع التطور والدنيا عمالها بتزيد وعمالها فيه بتحصل كتير ابتدينا نوصل لان احنا ممكن ما نحتاجش نبرد مش محتاجين نبرد خالص لان احنا تحولنا من احتياج طبي لاحتياج تجميلي في احنا لعبنا في الموضوع شويا يعني ابتدا الاول كان احتياج طبي هو احتياج طبي بحت في الاول بحت ثمان بعد كده ابتدينا نقول يالدى بيجيلي لا او انا مش هفكر هو أنت محتاج تعمل فنيير مش محتاج تعمل فنيير علشان تجميل تجميل خالص مش فريقلي خالص انا هحط فنيير علشان سطح السن الخارجي دا متضرر تماما ماينفعش تسويساته كتيرة، شروخاته كتيرة، سطح غير صحي طيب، إيه الحل الثاني ممكن نحطه؟ ممكن نحط حشوات بس الحشوات هتبقى حجمها طويل وكبير والمشكلة للحشوات إن هي الحشوات من فوق كده؟ من فوق السنة؟ اللي هو كومبوزيت ده؟ اللي هو كومبوزيت ده؟ بيترتبوه كده فوق السنة؟ بالضبط، فإحنا بنشيل كل الجزء المتضرر وبنحط بس ده بيفضل يقع يا دكتور؟ لا، اللي هو اللي بتلزق ده؟ مش الفينير، التاني؟ الحشوة، الحشوة بتلزق بطريقة معينة بالمكيرياز معينة، بتبقى مخصصة للسنان الأمامية وإحنا طول عمرنا من الأمامية، السنة كانت مشكلته إيه؟ إن هي بعد فترة بتغير لونها فيرجعنا ثانية مشكلة جديدة فيرجعنا المشكلة تانية، إن أنا بعد ثلاثة أربع سنين كل شوية محتاجة أغير الحشوة دي علشان أفضل محافظة على شكل السنان كل مرة هشيل، هشيل طبقك زيدة من السنان، ففي الآخر هقلب إن أنا هعمل كراون أصدق بقى إن الفينيرز ما بيتغيرش خالص لونه؟ أبدا؟ لا، خالص خالص؟ كل أنواعه؟ كل أنواعه؟ كل أنواعه؟ اللي في أنواع معينة مثلا، حاجات الغالية، بس الأنواع للدكتور هو عارف بيشتغل بإيه؟ الحاجات الجودتها عالية خلينا نتطفق، في جزء من شغلنا مرتبط بالماتيريال، في جزء من شغلنا مرتبط بالدكتور هدك لما تروح للدكتور أنت تتفعش 8 ماتيريال، أنت مش راح تشتري منه سلعة، كلام مهم تشتري منه خبرته، رايح تشتري منه تعب ومجهود سنين، وحالات كتير هو عملها، في منها أخطاء وفي منها حاجات نجحة بس عدد الحالات النجحة قد إيه؟ فلو هو بيعمل 100 حالة منهم 10 بايوزين دي نتيجة فوق الممتازة، 90% مجاع ده عادي، ده كل الدكاترة في مصر وفي العالم، إحنا دايماً بنقول لما بنيجي نختار دكتور بنقول فوق 80% عنده حالات مبسوطة يبقى ده دكتور كويس، في مصر وفي العالم بالضبط، فإحنا نتكلمي معيار النجاح قد إيه؟ فيه ناس تزعل طبعاً، فيه ناس ما بيحلفكش الحظ معهم أو بيخونك التوفيق في اختيار الماتيريال أو اختيار الشكل أو التحضير، في الآخر الدكتور ده راجل بشري بيشتغل بإيده ويقدر يصلح، ويقدر يصلح، دي أهم حاجة، لو عنده الحق، يعني لو هو دكتور متمكن من أدواته هيقدر يصلح لو هو دي إمكانياته مش هنقدر نتدخل في الحدة دي، فهذا ساعتها هيبقى حالة في الآخر زعلت منه وراحت لحد تاني المقصود أنه المشاكل اللي بتحصل، أو الدكتور نفسه، أو لما بيتروحي تسألي على حاجة، فأنت مش راح تسألي على سلعة، أنت راح تسألي على خدمة طبية، الدكتور ده هيقدر هالك قدي إيه خبرته في الموضوع ده، قدي إيه عدد الحالات النجحة، قدي إيه الصور ما تخدعش، أهم حاجة، الصور ما تخدعش خالف لازم تشوف حد ده عمل أبداً، لأن كلنا بنعرف نصور دلوقتي كويس، وكلنا بنعرف نعمل شوه حلو، وكلنا دلوقتي بنعرف نقول إن إحنا عندنا مش حالك إيه، وكلنا نقدر نلعب في الصور ونبين إنها تحف تمام، فمش ده، أنت الحالات النجحة، أنت شفتيها بعينك، شفتي الناس، شفتي الناس حواليكي، شفتي حناس بقالها سنين، ريديوز من الدكتور منزل إن الحالة دي بقالها أربعة وخمس سنين عنده، وإن الليسة تمام، إنها مفيش تغيير في اللون، إنه 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 طيب، خلينا نرجع لسؤالنا تاني، سؤالنا بيقول إن مين الحالة اللي تعمل فينيرز ومين الحالة اللي تعالج سنانا، هل ده قرار المريضة؟ يعني هي المريضة بتقول لأ أنا أنا زهقت أو أنا مش عاجبني شكل سناني فأنا حعمل فينيرز، ولا الدكتور اللي بتجيله حالات يقول لها لأ أنت ما نفعش عالجك، أنت محتاجة فينيرز كرأي طبي كرأي طبي، الحالة الوحيدة اللي أنا عرفت فيها حالة فينيرز اللي أنا محتاجة أعمل تقوين، إنه أي حالة ممكن تعمل فينيرز ودي أخذ التطور إن احنا ما بنحضرش حاجة خالص في السنان، ده بالنسبة لي جديد تماما، أنا باخد مقاس وببعث المعمل وخالص شكرا على كده وبعدين طب ما فيش تجربة، ما فيش تشوف شكله الأول؟ لا، بنعمل بروفة، بنعمل كل كده، أنا قصد إن أنا ما بحضرش السنان، يعني ما ببروتش خالص في السنان، تمام؟ بس بيقولوا إن البارد ده مهم عشان السنة تمسك، ولكن، ولكن، في حالات معينة هي اللي ينفعلها النوع ده من الفينير كلام مهم، مش أي واحدة ينفعلها عدم برد، فأنا هرتبها لك، أه، قل، أنواع الفينير أو أنواع التحضيرات اللي عندنا، تمام؟ وهقولك كل دي واحد نسبتها قد إيه، تب معاك، طيب، إحنا قلنا البربلس فينير، ودي اللي بتحتاجش تحضير تماما، تماما وبإمكاني منما منفح البربلس، وهي التحضير القليل، بنسبة بسيطا؟ تماما. تحضير أصدق معناها البرد التخشين. تخشين، أنا كل ده في مراحل التخشين، أو البرد، تماما، تماما فأنا أول واحدة اللي هي، اسمها، ما فيش خاص، يا مافح qualcص، يو من غير تخشين، ثاني واحدة اللي هي بتحضير خفيف أو تخشين خفيف، ثالث واحدة اللي هي تحضير البربلس، رابع وحدا أنواع بحضر الكراون، تمام؟ تماما، الشكل الخارجي كله هيؤديني واحد يعني الكراون في الآخر بيبان شبه الفينير؟ هو هو حال فيه ناس بيحطوا ساعات كراون جنب الفينير؟ أنا عني دي فينير وده كراون بيحطوهم جنب بعض جنب بعض تمام ما بيبان التحذير بتفرق معي للدكتور هوا ده بقي اختيار التحذير نرجع بقى البربلس ده البربلس ده ده كلم في حوالي لو هطلحها يعني وهزودها عشرة في المية من الحالات كلها اللي ممكن تيجي ممكن يتعمل لها البربلس ده اللي من غير برد من غيرت برد طيب بتطلب ايه؟ نسلين تبقى مرصوصة كويس قوي دي حكيتك حلوة ممكن لو وحتاجت تعمل شوية تعديل في الليسة ده حاجات بسيطة ان انا اضبط بس شكل الليسة بالليزر بتبقى حاجات مانيمال قوي وان العيان هو أو الكلينت يبقى سوبر نضيف يعني ايه نضيف؟ بيحافظ على الحاجة سوبر لا ده هو سوبر يعني مش موجودين كتير دول عشان كده بقولك النسبة بتاعتهم قليلة سوبر نضيف ازاي يعني؟ يعني هو بيأكل فلاصف جيبه طول الوقت فلاصف الخيطة اللي بيمنضب كل 3-4 شهور بيكون عندي في العيادة بتطمن عليه بتأكد انه مفيش حاجة محشرها مفيش حاجة مش معبولة في الاخر دي حاجة محطوطة على سنان ويدوبك دخلة تحت الليسة مش وقفة على حاجة ماينفعش تبقى ضغطة على الليسة ماينفعش تبقى ليها معايير معينة تمام في جزء منها كبير قوي بعد ما بنشوف العيان دولة السوبر نضيف تبقى لسكيل بتاعت الدكتور شطارة الدكتور بالزبط لانه في الاخر المفروض ان انا اهوقف النراية دي تحت الليسة بالزبط مايبقاش في فرق او في نفس وقت ما تلمش او يدوبك على طرف الليسة تمام فدي بتحتاج لسكيل كبيرة قوي مهارة كبيرة من الدكتور انه يعرف فين بالزبط هيوقف علشان ما تضغطش على الليسة وتعمل لي مشاكل او تبقى قابل الليسة فتحشر فتعبي حاجة دي فتحشر طب الحالة تانية فده اول نوع فده نوع صعب تمام ولكنه موجود بس اوليل اولي دكتور بيتطلب حالات انا مثلا عندي عملتها مثلا عندي اوليل في عشر حالات اه طيب الحالة التانية اللي هو التحضير بسيط او التحضير الخفيف وده تقريبا دلوقت اللي انا بتتبعه في 90% من حالاتي علشان احافظ على جزء كبير من السنان ومدرش السنان وكمان يبقى عندي جزء متحضر له واقدر اتبع المعايير الطبية اللي احنا بنقول عليها انه لازم يبقى فيه تحضيره لازم يبقى فيه حاجة اسمها فينش لاين او الحتة اللي بيقف عليها الفينيراية فتبقى دخلة جوه السنة بيتها جوه السنة فتبقى بمورهايجينيك او صحيا اكتر ملقمة للبق و تبقى دنيتها تقدر تعيش فترة يعني ده اكتر نوع بيتعمل ده اكتر نوع دلوقتي بيتعمل واكتر نوع اثبت نجاحات كبير التالت بقى التالت اللي هو التحضير بقى اللي هو الفينير الصرف اللي هو بيبقى في برد كتير انه انا بحب بخش بقى بحضر عندي فانش لاين محترم عندي جناب بفتح ما بين السنان او الفينير صرف طبام وده نوع يعني ما بقناش نلجأ له غير في حالات الضرر الكبيرة علشان ما نروحش ناحية الكراون الكراون بقى ده خلاص ده حالة السنان بقى طلبة مأنيات نعمل لها عصب وتعمل لها دعامات فالكراون هيبقى حسن لها طيب اكتر حاجة بتخطر في بال كل ست نفسها تعمل يا تارة لو عملته وما عاجبنيش هعمل ايه ده انا بردت سناني خلاص انا كده هتطر ان انا افضل حطاه ايه الحل احنا بنروح لأول حلية مععجبهاش مععجبهاش شكلا مععجبهاش طبيا في حصل لها اي حاجة هي مش مبسوطة وخلاص حلها ايه طيب في الحالات المنمال أو البريبلس نقدر نشيل الفنير انا نفسي انا مريت بالتجربة عن نفسي شخصيا اتعمل الفنير بريبلس بعد اربع سنين انشلتهم عادت منظرهم ستة شهور ورجعت ركبت النفسي تاني حطبت الناس هتشوفوا على البيتج ياريت نشوف البيتج بتاعت الدكتور لو سمحته عشان الناس هتلاقي الفيديو حتى كمان بند موجود في بيتج للدكتور معانا اه هي صفحة الدكتور عندك فالورس كتير اوي دكتور تمام وبعدين يا دكتور هتشوف الفيديو ان انا حتى كمان انا عاملها النفسك انت عامل لنفسك هاي طيب احنا هي واحدة عمليت ومش مبسوطة ايه الحل طيب لازم نشوف ايه السبب عدم الانبساط لو هو سبب طبي يئما مشكلة في التحديد نفسه يئما مشكلة في الترتيب نفسه لا انا سؤالي هي عايزة تشيله خالص ينفع شيله خالص لو محضرة جامد مش هينفع مش هينفع خلاص لو محضرة مانيما برب او اللي هو التحديد الخفيف او التحديد من غير تحديد تقدر تشيله معنداش مشكلة هتمشي الدنيا يعني مع اول واحد هتمشي الدنيا خالص معنداش مشكلة التاني هتقعد فيه حساسية مدة اسبوعين ثلاثة بعد كده هتروح وهتعيش سنانها بس الفكرة كلها انه السنان هتغمقق قوي ليه؟ علشان هي بقالها فترة طويلة متغطية سنانها الطبيعية اصدق هتغمقق قوي لانها هتبقى جزء من طبقة المينة اللي موجودة خارجيا مش هتبقى هتبقى تضرره بشكل او يبقى الحل فلس لو حتي القرار ده هتكملي لي لو يعني فقري كويس قوي واختري دكتور كويس جدا 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 وقري عن الموضوع وفهم يدخلي عالجروب بتاعنا اسألي افهمي سيرتش اعرفي بالزبط ازاي تختاري احسن نوع فينيرز حتى الدكاترة بيحبوا المريض اللي فاهم ولا ايه دكتور؟ طبعا بسي لما بتيجي في فرق ما بين المريض فاهم في فرق ما بين مريض يجي يعني حسسك انه هو فاهم اكتر منك هو من المفروض يعمل wasn't you اصلا في دكتور قال لي مش عارف ايه يعني في عيانة من فترة كده جد تقولي نا انا مش هعمل علاجة عصب ايو لي اصلي فيه دكتور شوفته على اليوتيوب قال ان علاجة العصب بيؤدي الى مش عارف ايه وكانسرز ومش عارف اي فانا دكتور فانا فاهم فها طب تعلي يبس افتحلك بس كده هو جابها بداءً على دراستين موجودين اثنين دراستين بس موجودين وما تعمل لهمش بابلش وبناءً على ذلك هو خاد الحتة دي من اللي عجبته وخوف الناس شكراً أنا خوفت الناس فالناس شافت فالناس بلايش فالناس تمسك في دكتورها ساق يا جماعة انت لازم لما تروح لحد انت واسق هوني وعارف انت تأخذ المعلومة منين حلوة تتناقشي معاه وتفهمي انت عايزة تعملي ايه ولكن متقلليش من خبرات صحيح يعني ده الدكتور دارس 7-18 سنين وخبرة لا وغير الشغل اغير الدراسة بتاعت الكلية في شغل الخبرة احنا ممكن ندرس من جديد لا ايه مش معقول ان احنا قرينا 2 articles على جوجل سيرتش خلاص احنا بقيني دكاترة حلوة يبقى عندك المعلومة يعني خلينا متوازنين نبقى فاهمين بس من غير ما ننظر على الدكاترة دكتور خلاص هي اخر سؤال معلش عشان وقت الحلقة هي خلاص حطت الفينيرز نحفز بقى عليهم ازاي سننها بالزبط ولكن هي تطلب منها اجراءات صغيرة زيادة الخيط الطبي لاغينا عنه لو فيه امكانية ان احنا نجيب حال جهاز اسمه وترجات في البيت ده يبقى جميل جدا ده بدغط المياه تنضيف بدغط المياه لطيف جدا دكتورك هيعلميك هتستخدميه ازاي حلوة بلاش تبقى فرش تبقى هارد لما في الاكل عادي تقدر تاكل براحتها تقتم تاكل كلام ده كل ما عندي كيش مشكلة ولكن هتاكل البانا تمام كل البانا ما عندي كيش مشكلة هنأكل نتس هنأكل مكسرات ما عندي كيش مشكلة بنحب الحاجات النواشية ما عندي ناش مشكلة ولكن مش لفترات طويلة في الاخر الفينير دي حاجة ملزوقة على السنان يجب نحفز علينا وارد ان هي تتكسر وارد ان هي تقع وارد ان يحصل فيها اي اكسدن زيها زي سنانك انت مش ممكن وانت قاعدة ده انا باكر رزايا دكتور درسي الكسر صحيح فوارد فهي الفينير زيها زي سنانك طول ما هي معمولة كويس وانت بتروح للدكتور كل 6 شهور شان الدكتور يتطمن على شغل شكرا يا دكتور عمر شكرا يا دكتور عمر نورتنا بسي جدا جدا خليكم معانا بعد الفاصل